السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسائل خير عليكم جميعا وياهل ومرحبا ان شاء الله اليوم مساحتنا بعنوان كيف نفهم التوحيد من خلال القرآن الكريم ضيفنا البروفيسور عبدالله الشيثري السلام عليكم دكتور عبدالله كيف حالك؟ عساك بخير شكرا على خطور الدعوة الله يحييكم ويبقي كيف وموركم عساكم بخير الله يبارك في عمرك صحتك وعليك طيب دكتور إلى ما يغردوا الموجودين ويعطيهم الفافي على الشيء هذا يعني أودك مقدمة بسيطة عن عنوان مساحتنا اليوم يعني لماذا في الأصل تم اختيار هذا العنوان بشكل خاص وحرصك على الناقش بشكل عام وأرحب أيضا الشيخ ناصر الطائم ينورنا في المساحة هياك الله يا شيخ ناصر تفضل دكتور عبدالله أسمع لك كمقدمة سريعة قبل أن ندخل في محاورنا الأساسية تفضل نعم ويستمعون الآن؟ نعم الاستماع عام الآن ولا خاص؟ الآن الاستماع عام عدد الحضور تقريبا خمسين إنسان شرفنا في المساحة فمقدمة سريعة عن العنوان وإن شاء الله يكون غردنا بالمساحة ويشرفنا أكبر عدد ممكن بحثة عمر الفائدة فودنا مقدمة بسيطة عن عنوان المساحة بشكل عام تفضل دكتور عنوان الموضوع أو عنوان المساحة؟ أيوة كيف أنه عنوان المساحة كيف أنفى من توحيد من خلال القرآن؟ أين؟ فودنا مقدمة عن العنوان تفسه تفضل طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم زدنا علما وهدى وتقى أولا أشكر الله جل وعلا على ما منبه من هذا اللقاء في ديوانية آيات التي يقوم عليها ثلة من الإخوة الفضلة من نشر الدعوة إلى الله وفهم القرآن الكريم فجزاكم الله خير جزاء وأرحب أيضا بمن يستمع إلينا في هذا اللقاء وهذا الاجتماع سائلا الله تعالى التوفيق والسداد العنوان كما هو معلوم أمامكم الآن كيف نفهم التوحيد من خلال القرآن الكريم أقدم بمقدمة يسيرة حتى لتكون مدخلا للموضوع أقول إن فهم التوحيد الصحيح الخالص لله تعالى لا يكون إلا من طريقين أولا من كتاب الله تعالى فهو الحبل الممدود بين الله تعالى وبين عباده والله تعالى قد قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والثاني الطريق الثاني هو من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة النبوية مبينة للقرآن الكريم كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إذن الحاجة إلى فهم التوحيد من القرآن ضرورة جدة بل هذا أعظم الأمور والحاجات لأنه يبين للمسلم حق الله الأعظم في الوجود عليه بل هو أعظم من حاجة العبد إلى الشراب والطعام والهواء لأن الطعام والشراب للحفاظ على البدن وهذا أمر لا بد منه لأنه ضروري لكن معرفة التوحيد لكن معرفة التوحيد وفهم التوحيد هو للمحافظة على الروح وأيضا فهم التوحيد فهما صحيحا من خلال آيات القرآن الكريم هو سبب الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة وعليه تتوقف الحياة الحقيقية وعليه كذلك يتوقف قبول الأعمال الصالحة والله تعالى قد أمرنا باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك في آيات متعددة منها قوله تعالى على سبيل الإجاز واتبعوه لعلكم تهتدون وفي قوله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفتحون وقال سبحانه وإن تطيعوه تهتدون لأنه عليه الصلاة والسلام هو المبين لما في هذا القرآن لذلك كانت لما كانت الحاجة إلى فهم التوحيد من القرآن العظيم أعظم شيء في الوجود كان سبيل معرفته وفهمه لجميع الناس أيسر وأسهل فالله تعالى جعله ميسر وسهل والله جل وعلا عرفنا على نفسه في كتابه المنزل أيضا وبين لنا ما له من الحقوق على العباد وذلك بالأدلة والبراهين سواء كان ذلك في الآيات التي يقرأها المسلم من المصحف أو في الآيات الكونية المشاهدة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم وأضيف هنا إلى نقل لابن القيم في مدارج السالكين يبين فيه كيف يكون التوحيد من القرآن قال رحمه الله إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه فإن القرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دون الله فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر أو نهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته وإما خبر عن كرامة الله لآل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عن من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم قال بعبارة أخرى مختصرة أستحضرها الآن قال القرآن يدر على أمرين الأمر الأول إما خبر أو إن شاء والخبر هو خبر عن الله وأسمائه وصفاته وعن رسله وأنبيائه وعن اليوم الآخر وإما إن شاء والإن شاء يدر على ثلاثة أمور إما حلال أو حرام أو إباحة ولذلك فإن المسلم يأخذ هذا القرآن الكريم يأخذ هذا التوحيد وصحة التوحيد وحقيقة التوحيد من كتاب الله جل وعلا وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم هذا ما تيسر ذكره في المقدمة والمدخل عليه عفضل صلاة والسلام شكرا جزيلا دكتور على هذه المقدمة الجميلة وأيضا قبل أن نبدأ مع أول محور وهو تساؤل شوي كذا يعني أنا دائما أتساءله ودي أنكم تغردوا في المساحة وأشكر كل من ساهم في التغريد يعني الشيخ ناصر يعطيها ألف عافية معلمة قرآن عن بعد شكرا الأستاذة هاجر تميمي كل من ساهم في التغريد ونشر المساحة كلكم شكل ومقدر دكتور عبد الله بيان الغاية من الخلق أو من خلق الجن والإنس وهذا كان من المحاور اللي يعني طرحت من قبلك ودي أعرف إيش الارتباط في موضوعنا اليوم والغاية من الخلق الجن والإنس تفضل دكتور نسمعك نعم هذه بيّنها ربنا جل وعلا في كتابه أبيّن الغاية من خلق الجن والإنس فالله سبحانه وتعالى خلقنا لغاية عظيمة حددها وبيّن سبيل السير فيها فمن عمل بها فاز ونجا ومن أعرض عن هذا السبيل تعيس وانتكس واقترنت به شياطين الجن والإنس يزيدونه بعدا ومروقا عن الدين والفطرة قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطانا فهو له قرين والله تعالى قد بيّن لنا ذلك في آيات في قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذه آية عظيمة يعبدون قال العلماء يوحدون من الصحابة والتابعين وقال تعالى في أول آية في القرآن الكريم في أول الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين هذه الغاية العظمى وقال بعدها في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال ذلكم الله ربكم لا إله إلاه خالق كل شيء فلا إله إلاه وخالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل آيات كثيرة تحسن على الغاية من الخلق إذن نقول إن الله تعالى لم يخلق الخلق ولم يرسل الرسل إلى الناس ولم ينزل الكتب إلا لفهم التوحيد وتحقيقه لأنه المقصد الأعظم من خلق البشر الذي هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له والآيات كما تقدم ترشدك أيها المسلم إلى هذا المعنى العظيم بل مقاصد القرآن كله جمعها الله تعالى في سورة الفاتحة التي يقرأها كل مسلم في اليوم سبع عشرة مرة وجوباً فضلاً عن النوافل واجتمع كل ما في الفاتحة من مقاصد أيضاً في آية واحدة كما تقدم ذكرها وهي قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إذن ما وجه تقديم العبادة على الاستعانة عندما تقرأها في صلاتك أيها المسلم لأنها الأصل وكما يقول ابن القيم هذا من تقديم الغايات على الوسائل فالعبادة أعظم غاية ثم الاستعانة العبادة بعبارة مختصرة هي طلب الله من العبد العبادة هي طلب الله من العبد والاستعانة هي طلب العبد من الله جل وعلا ولما كان شأن التوحيد بهذه المكانة العظمى فقد بينه الله تعالى في كتابه أعظم بيان وأيسر بيان وكل آية تدل على ذلك سواء في آياته المكية أو المدنية إذن نقول التوحيد هو العبادة التوحيد هو العبادة وكل عبادة لا توحيد فيها فليست بعبادة لأن الله منزه في خلقه عن العبث فلم يخلق الخلق في هذا الأمر بل خلقهم سبحانه لغاية عظمى وأمر عظيم وهو توحيده كما تقدم وإخلاص العبادة له سبحانه وهذا هو المثاق والعهد الذي أخذه الله تعالى على بني آدم كما أخبر الله عن ذلك في سورة الرعد في قوله سبحانه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إلى آخر الآية وقال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال سبحانه أيضا أيحسب الإنسان أن يترك سدى إذا ما فيه كل الخلق الذين خلقهم الله تعالى من العباد فهم محاسبون ومجزيون وعليهم أن يراجعوا أنفسهم في صحة التوحيد وصحة الاعتقاد حتى يقابلوا ربهم على أحسن حال طب دكتور عبد الله معلش أنا في عندي وقفة بسيطة أبقاها من قبلك وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون وربطتها بتوحيد الله سبحانه وتعالى وذكرت أيضا أن هناك فيه اختلاف على تفسير هذه الآية من قبل العلماء والفقهاء ممكن تفصيل كذا في دقيقتين أو تفسير لهذه الآية نعم هو وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون كلمة يعبدون من الصحابة قالوا إنه بمعنى يوحدون روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنه وقيل يطيعون أيضا لأن العبادة لها إطلاقات في القرآن الكريم تارة يراد بها التوحيد وتارة يراد بها الطاعة في هذا فهذه معاني متقاربة للسلف وهي تفسير بالمثال لكن المقصود منها هو تحقيق التوحيد الخارص لله لأنها جاءت بلفظ العبادة وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون والله تعالى قال يا أيها الناس عبدوا ربكم وقال إياك نعبد قدم هنا المفعول به العامل على العبادة وهو يدل على الحصر والقصر في أن تكون العبادة لله جل وعلا لا يصرف منها شيء لغير الله على الإطلاق وذلك يكون خلال عملنا وممارستنا لحياتنا اليومية وإلى آخر أن يتخللها دائما تقوى الله المقصد وعبادة الله يتخللها العبادة لأن الإنسان إذا سواء كان يأكل أو يشرب أو يعمل أو ينام الله تعالى يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين كل إنسان يستحضر نية صالحة الخالصة لله جل وعلا فيثيبه على ذلك لأن كل حياة الإنسان في عبادة وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكره واضح جدا دكتور عبد الله طيب دكتور الفاضل كيف للإنسان أن يفهم ويتأقن التوحيد من خلال القرآن الكريم أو من خلال الطراءة والتدبر وإلى آخره قد نتوضيح حول هذا الفهم قراءة القرآن الكريم تحتاج إلى تدبر ولذلك الله تعالى أمر بتدبر القرآن الكريم في آيات وأنكر جل وعلا على من لم يتدبر القرآن مثل المنافقين كما قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وأمر بالتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته ويقترن مع التدبر أيضا الاتباع للقرآن يقول العلماء التدبر يورث العلم بما في هذا القرآن من الحقائق وأن الاتباع أيضا يورث العمل بما في هذا القرآن والله تعالى قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم أمر بالاتباع ونهي عن الاتباع قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء يعني الشرك الاتباع هنا بمعنى التوحيد والنفي هنا بمعنى الشرك وقال اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم فالأمر بالاتباع والأمر بالتدبر هو فهم القرآن الكريم وما دل عليه وأعظم فهم للقرآن الكريم هو معرفة الله تعالى وما له من الحقوق ومعرفة أسمائه وصفاته وتعظيمه جل وعلا لأن المسلم إذا قرأ الآيات عليه أن يرجع إلى كلام العلماء في التفسير كتفسير بن جري الطبري والبغوي وابن كثير والسعدي وغيرهم ليعلم ليعلم مراد الله جل وعلا من هذه الآية كما ذكرت في أول الحديث قضايا التوحيد ومسائل التوحيد في القرآن ميسرة وساهلة يقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات اعلم يعني طبق هذا العمل وحققه في نفسك بأن الله واحد في خلقه وفي ملكه وفي تدبيره وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله جل وعلا نعم جميل من ضمن المراسلات دكتور عبد الله كان فيها يعني مثل الزام علينا فهم وظيفة الرسل وهذا كان أيضا مرتبط في محور فهم التوحيد من خلال القرآن الكريم فإيش عامل الربط بينهم نعم القرآن الكريم في قصص الأنبياء كله جاء بأجل الدعوة إلى هذا المقصد الأعظم وهو توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له ولهذا هناك آيات تجمع هذا المعنى وهناك تفصيل في بعض السور كما سأذكره الآن في الآيات التي فيها الإجمال في قوله تعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْهِ قال الله تعالى مفصلا فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ يعني التزم بالتوحيد وحققه فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَالَةِ يعني عاندوا وبقوا على الشر ويقول سبحانه في آيات مجملة أيضا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهناك سور في القرآن الكريم جاء فيها التفصيل المفصل لدعوة الرسل لأقوامهم إلى توحيد الله جل وعلا وترك عبادة غيره كما أخبر الله تعالى عن قصة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط في سورة الأعراف وفي سورة الشعراء وفي سورة هود وغيرها من سور القرآن على وجه الإجاز يقول ابن كثير رحمه الله فكل نبي بعثه الله تعالى يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له والفطرة شاهدة بذلك أيضا والمشركون لا برهان لهم وحجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد إذن الدعوة الأنبياء كلها قائمة على التوحيد كان الأنبياء عندما كانوا يدعون أقوامهم كان هناك أعمال أخرى يعني أعمال اجتماعية أعمال اقتصادية ونحو ذلك لم يذكرها القرآن ولم يتعرض لها إلا على وجه الندرة ولكن قضية التوحيد هي التي توسع في ذكرها القرآن وبين التوحيد وبين خطورة الشرك يقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالح إذن تبين لنا من هذا أن الأنبياء من لدى نوح عليه السلام وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم دعوتهم قائمة على التوحيد لذلك بقي عليه الصلاة والسلام في مكة ثلاثة عشر عاما يدعو إلى التوحيد وتقرير التوحيد ثم بعد ذلك كملت شرائع الإسلام في المدينة في مدة عشر سنوات لكن الثلاثة عشر عاما كانت كلها دعوة إلى التوحيد وترسيخه في قلوب العباد لأنه المقصد الأعظم والغاية العظمى من خلق الناس يعطيك الفعافة دكتور عبدالله بالنسبة للأخوة الكرام المجدين معنا في المساحة الله يسألتكم إذا في عندكم أي تساؤلات يريد ترسلوها على الخاص عندي مفتوح حيث نطرحها على دكتور عبدالله حول النقاط الجاس يتكلم فيها الله يحفظكم والمحاور اللي أثرناها دكتور عبدالله أسماء الله وصفاته لا شك أن لها أثر طيب على الإنسان خاصة في فهمها ودراستها بشكل دقيق جدا لكن تساؤلي من شقين ما مدى تأثيرها علينا في فهم أو معرفة الله سبحانه وتعالى حق المعرفة وأيضا الشق الآخر من السؤال فعليا كيف الإنسان يعني خلينا أقول ما هي الطرق المتعارفة عليها في دراسة أسماء الله وصفاته الحسنة كما تقدم في بعض الكلمات التي السابقة أن الله تعالى عرفنا على نفسه المقدسة بأسماءه وصفاته وبأفعاله وشرعه في كتابه المبين ومعرفة العباد ربهم بأسماءه وصفاته هذه أعظم مقصد في القرآن الكريم لأن المسلم إذا علم الله تعالى بأسمائه وصفاته عظمه ودعاه بها وتوسل إليه بأسمائه الحسنة وصفاته العلا ولهذا قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنة فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه من أهل الشرك ونحوهم وقال سبحانه قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنة وكثيرا ما نسمع الأئمة في المساجد يقرؤون آخر سورة الحشر وفيها ذكر لأسماء الله تعالى العظيمة كما قال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وهنا ملحظ بياني في هاتين الآيتين بدأها الله تعالى باسمه الأعظم الإسم الكريم الله الذي اختص الله تعالى به فلم يسمى أحد بهذا الإسم وهو الله قال هو الله ثم قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك فمعنى ذلك أن كل أسماء الله الحسنة كلها راجعة إلى هذا الإسم العظيم وهو الله إذن القرآن من أوله إلى آخره يجور على هذا المعنى في معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وأضرب لكم مثال حتى يتضح بذلك المقام الفاتحة سورة الفاتحة هي أول سور القرآن الكريم وسورة الناس هي آخر سور القرآن الكريم فهاتان السورتان ذكرى فيها جميع أقسام التوحيد الثلاثة وإليك البيان في قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ألوهية وربوبية الرحمن الرحيم أسماء وصفات ثم جاء في سورة أيضا الناس في سورة الناس قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ربوبية ملك الناس أسماء وصفات إله الناس هذا توحيد الألوهية فتأمن رعاك الله كيف ذكر الله الأقسام الثلاثة في أول الفاتحة ثم ذكر أيضا ذلك في سنايا السور القرآن الكريم وختم هذا المصحف الشريف بسورة الناس التي اجتملت على الأقسام الثلاثة كما يقرر ذلك أهل العلم إذن أنت أيها المسلم تتوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته وينبغي أن يظهر أثر وهذه الأسماء الحسنة عليك في كل حياتك في مراقبتك لربك لأنه يسمع ما تقوله سواء سرا أو علانيا ويراك سواء كنت في مجتمع مختلط بالناس أو كنت في مكان خاص لوحدك فإن الله تعالى يراك قال سبحانه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم وما الذي منع يوسف عليه السلام من امرأة العزيز إلا أنه لما قال معاذ الله قال الله تعالى فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم فتأمل ختم الآية بالسميع العليم يسمع ما يدور بينه وبين امرأة العزيز ويرى ما يكون بينهما فقال معاذ الله فحفظه الله تعالى من ذلك إذن أثر أسماء الله الحسنى وصفاته ينبغي أن تظهر على العبد في حياته ليكون معظما لله جل وعلا في أسمائه وصفاته جل وعلا نسأل الله تعالى أن نكون كذلك جل في علا ذكرت في مدخلتك الأخيرة دكتور يعني أهمية توحيد الألوهية وحسب معرفة الله أنه بالوازم توحيد الربوبية هو التحقيق توحيد الألوهية ممكن تفصيل حول هذا المحور نعم فيما يتعلق بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية أيضا في هذا المقام هذا مهم جدا لأن توحيد الربوبية توحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية الربوبية لذلك المشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية كما هو في القرآن الكريم أخبر الله تعالى عنهم أنهم يقرون بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية فما ذكر توحيد الربوبية في القرآن الكريم إلا وذكر معه في الذكر توحيد الألوهية ولهذا قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم جاء بالعبادة الذي توحيد الألوهية وجاء بنفذ الربوبية في غالب الآيات وقال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية هذه الآية الكريمة فيها ذكر الأقسام الثلاثة في التوحيد وأيضا قال سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين جاء بلفظ الربوبية وبلفظ السجود الذي هو توحيد الألوهية وقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ألوهية ربك ربوبية لذلك فإن توحيد الألوهية مقترن مع توحيد الربوبية فمن أقر بتوحيد الربوبية لازمه أن يقر بتوحيد الألوهية إذن وجه الحكمة في تقرير القرآن لتوحيد الربوبية مع أن الكفار مقرون به أن يبين لهم ربنا جل وعلا دلالته ويقيم عليهم الحجة بأنه برهان على الإقرار بتوحيد الربوبية فيحتج عليهم بما أقروا به أقروا بتوحيد الربوبية فيحتج عليهم بما أقروا به من باب الإلزام لهم لأن الله جل وعلا أخبر عن الكفار أنهم يقرون بتوحيد الربوبية وهذا في آيات كثيرة كقوله تعالى وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهِ وقال سبحانه عنهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمعة والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قال الله فقل أفلا تتقون ألا ترجعون إلى الله جل وعلا وتعبدونه حق عبادته ما دمتم تعترفون بأنه ربكم وبأنه الخارق الرازق إذن تكون الحجة عليهم كيف تصرفون العبادة لمن لا يشارك الله في شيء من مخلوقاته نقول هذا تناقض في الإقرار كيف تقرون بتوحيد واحد ولا تقرون بالثاني يقول جل وعلا عنهم قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ماذا يخلقون ماذا خلقوا من الأرض أمنهم شركوا في السماوات جاءت الحجة ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ويقول الله تعالى في الرد عليهم أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون إذا كان الأمر كذلك كما تقرون بتوحيد الربوبية فكيف تجعلون هذه الآلهة الباطلة الشركاء لله في الخلق والرزق والإحياء والإماتة أين عقولكم عن هذه الحقائق النافعة ولكن كما قال الله ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إيش معنى يعدلون أن يعدلون به سواه ويسوون معبوداتهم بربهم في العبادة والتعظيم رد الله عليهم ألا ساء ألا ساء ما يحكمون إذا نقول هذا التوحيد الألوهية هو الذي حصل فيه الخلاف والشقاق بين أي قامة الحجة عليهم فهم امتنعوا عن الإقرار بتوحيد الألوهية ولهذا قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله اعبدوا الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون آلهتنا يثنون على آلهتهم ويزعمون أنها تقربهم إلى الله وكل هذا نقص وسقوط وخلل في العقل البشري نسأل الله السلامة والعافية اللهم آمين يا رب العالمين دكتور عبدالله دائما نشكر الله والإثنية على الله سبحانه وتعالى ولكن ذكر من قبلك سابقا أن هذا الأمر شكر الله سبحانه وتعالى والثنى عليه يساعد الإنسان على فهم التوحيد من خلال القرآن فصراحة أنا بدي أفهم كيف هي الطريقة وكيف ممكن الإنسان يوصل إلى هذه المرحلة لأنهم متعودين دائما الحمد لله رب العالمين والشكر والثنى على نعمه وفضله والإنسان المسلم بطبيعته دائما يشكر الله على هذا الشيء فكيف هذا الشكر يكون فعلا طريق لفهم التوحيد من خلال القرآن نعم كما تقدمنا الكلام أن التوحيد هو العبادة وكل عبادة الليس فيها توحيد فليست بعبادة ولهذا الفهم من خلال القرآن الكريم من آياته يكون كما تفضلتم بتعظيم الله جل وعلا وبالثناء عليه وبذكره وحمده وشكره وتسبيحه وفي القرآن الكريم آيات تدل على ذلك كثيرا لأن الحمد هو ثناء على الله جل وعلا ثناء على ربنا سبحانه وتعالى وهذا توحيد ولهذا الإنسان المسلم يقرأ هذه الفاتحة التي ابتدأت بالحمد بالثناء على الله الحمد لله رب العالمين المسلم إذا قال الحمد لله في الصلاة أجابه الله تعالى وقال حمدني عبدي حمدني عبدي يحمدني يثني علي عبدي الله تعالى يجاوبه على ذلك وكثير في القرآن الكريم أمر بالحمد لذلك افتتح الله كتابه بالحمد الحمد لله رب العالمين وافتتح وافتتح خلقه بالحمد الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات واختتم خلقه بالحمد وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وجعل كلام أهل الجنة في الجنة وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا إلى آخر الآية وكذلك الذكر فقد جاء في القرآن الكريم الإكثار من الذكر لأنه عبادة سهلة لا تكلف الإنسان شيئا وإنما هو استحضار في القلب ونطق باللسان ولهذا قال الله تعالى عن الذكر في سورة الأحزاب ثلاثة مواضع لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال بعدها بعد أن ذكر صفات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات قال وختمها بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم ولا تكون المغفرة هو الأجر العظيم إلا لأهل التوحيد ثم بعدها نداهم بنداء الإيمان فقال يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وآصيلة ولما جاء ذكر عراء قال الله تعالى بعدها إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا إذن الذكر هو توحيد لله جل وعلا وثناء عليه وكان هذا من منهج الأنبياء فكان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحواله وأخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام في سورة طه في قوله تعالى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا وذكر من صفات أهل الإيمان في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية وكذلك الشكر الذي أشرت إليه الشكر هو اعتراف اعتراف الشكر يكون بثلاثة أمور بالقلب وهو اعتراف لله جل وعلا بما أنعم وأنه المنعم المتفضل وأيضا باللسان شكر الله في كل الأحوال وشكر بالجوارح استعمالها في طاعة الله تعالى وحفظها من الوقوع فيما يغضب الله أو في الوقوع في الحرام وكذلك التسبيح الاكثار من التسبيح ولهذا جاء في السنة النبوية بيان مفصل لفضل الذكر والحمد والتسبيح لهذا من سبح الله جاء بعد الصلوات قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عند مسلم من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ولهذا جاء في الحديث أيضا من قال سبحان الله وبحمده مئة مرة إلى غير ذلك من الآثار والآيات التي تحث العبد على لزوم الحمد والذكر والتسبيح والشكر لأن هذا فيه تعظيم وثناء على الله والله جل وعلا يحب من عباده أن يحمدون ويحب أن يشكرونه ويحب أن يذكرونه ولهذا قال فاذكروني أذكركم وجاء في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في ملائن خير منه فالله تعالى يذكر من يذكره في الملائي عند الملائكة فما أعظم هذا الفضل إنه التوحيد الخالص لله جل وعلا نسأل الله أن نكون كذلك دكتور عبد الله في آية رقم 191 في سورة العمران ذكرت الآية قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطل التفكر في خلق السماوات والأرض التفسيرها المقصد فيها التفكر في السماء والأرض فقط ولا أيضا في جميع المخلوقات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في الأرض جاء في بعض الآثار كما ساقه ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية يرجع إليها يقول كان بعض السلفي أو يقول ويل لملاكها بين فكيه ولم يتفكر رؤية عن سفيان الله أعلم أنه قال هذه الآية عظيمة فيها ذكر صفات أهل الإيمان وصفات عباد الرحمن أمر بالتفكر في خلق الله تعالى في السماوات والأرض ولهذا قال تعالى في آية أخرى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرود ثم قال والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيد إذن أمر العبد أن يتفكر في خلق السماوات والأرض هذه السماوات العظيمة التي أمسكها الله تعالى أن تسقط على العباد ويمسك السماء أن تقع على الأرض ولم يجعل لها أعمدة هذا يدل على قدرة الله جل وعلا في هذا الكون وأيضا يتأمل في هذه الأرض التي لم تكن قاسية شديدة كلها كالجبال فجعل فيها أرضا لينة وجعل فيها أرضا قاسية لتتحقق فيها مصالح العباد فإذا سار الإنسان على هذه الأرض وقطع المفاوز يتأمل في خلق الله جل وعلا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور تستخرجون أرزاقكم من هذه الأرض بعد أن ينزل عليها المطر من السماء فهذا كله نعم وخيرات عظيمة وتفكر في مخلوقات الله في مخلوقاته العلوية ومخلوقاته السفلية يزيد في إيمان العبد إذا تفكر فيها نعم شكرا جزيلا دكتور ما قصرت الله ديكال فعافية وقبل أن نستأنف في الجزئية الخاصة باللجوء إلى الله ومحبته الأشخاص اللي يشرفون اليوم في المساحة الله يسعدكم نورت هنا ويشرفنا متابعتكم لحساب آيات وإن شاء الله يعني يقدم من خلال الحساب محتى وراقي يليق بكم فيشرفنا متابعتكم دكتور عبد الله مثل ما تفضلت سابقا في إحدى المحاور اللي موجودة أمامي الآن ذكرت أنه من الأشياء التي تساعدت إنسان على فهم التوحيم خلال القرآن هو الصدق يعني كلمة صدق هذه عليها قوسين اللجوء إلى الله ومحبته فما هو المقصد من اللجوء إلى الله وكيف الإنسان يكون صادق في لجوءه وبجانب ذلك المحبة تفضل دكتور وهذا أيضا بما يعين على فهم التوحيد من خلال القرآن الكريم لأن الإنسان في هذه الحياة يمر بأفراح وأحزان يمر بمسرات ويمر بمصائد فعليه أن يكون ملتجئا إلى الله جل وعلا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكرا فكان خيرا له ولا يكون ذلك إلا للمؤمن هذا أيضا يفسر ما في القرآن الكريم لذا قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلاه وإن يمسسك بخير فهو 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 على كل شيء قدير فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نلجأ إليه في السراء وفي الضراء ولا نكون كحال المشركين الذين يلجأون إلى الله في الشدة ويعبدون غير الله تعالى في الرخاء إذن اللجوء إلى الله صفة من صفات عباد الرحمن تجد أن المشركين الأولين هذا على سبيل التمثيل حتى يتبين لكم المقام أن المشركين الأولين كانوا يلجأون إلى الله في الشدائد وينسون آلهتهم ينسونها فيخلصون لربهم في عبادتهم ويدعونه بإخلاص بل ويتضرعون إليه سبحانه ويطلبون منه الغوث والعون دون ما سواء وينسون الأولياء في حال الكرب وفي حال الشدة ينسونهم ينسون من اتخذوهم آلهة من دون الله جل وعلا وهذا الأمر قد دل عليه القرآن لكنهم إذا رجعوا في السراء رجعوا إلى آلهتهم وعبدوها من دون الله اقرأ ذلك في آيات الله تعالى يقول في سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم تأمل دعوا الله مخلصين له الدين توجهوا إلى الله بصدق وإخلاص دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يرد الله عليهم مباشرة يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم وقال في آية أخرى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أخلصوا كلمة مخلصين لا يشركون مع الله فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون يعني نجوا من العذاب ومن الغرق رجعوا إلى آلهاتهم وهذا خداع مع الله جل وعلا بخلاف الآن بخلاف من أخلى بجانب التوحيد اليوم من أولئك الذين يتوسلون بالأموات في قبورهم فهم على النقيض من المشركين الأولين فهم يأتون إلى القبور وإلى الأضرحة في السراء وفي الضراء لذلك على المسلم أن يجدد توحيده على الدوام ويلجأ إلى الله جل وعلا في حاف الرخاء وفي الشدة ويعلم كما جاء في حديث بن عباس ما أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك كل ذلك من عند الله قال سبحانه وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك من تأمل آيات القرآن العظيم وجد أنها تدعو إلى اللجوء إلى الله جل وعلا وتعظيمه ومحبته ولذلك لما أخبر الله تعالى في قصة غزوة تبوك عن أولئك الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك قال الله تعالى فيها وعلى الثلاثة الذين تخلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه رجعوا إلى الله وطلبوا منه اللجوء طلبوا اللجوء إلى الله وتابوا مما هم فيه من الخطأ قال الله ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم فالإنسان عليه أن يكثر من التوبة واللجوء إلى الله إذا أصابته سراء شكر على هذه النعمة وصرفها في طاعة الله وإذا أصابته مصيبة أو مرض أو فقر أو جائحة يلجأ إلى الله جل وعلا فإنه هو الذي يكشف الكروب ويدفع كل شر يقع على الإنسان نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يلجأ إلى الله ويحبه ويعظمه اللهم آمين يا رب العالمين دكتور عبد الله فكرة الوقوف على حال الشرك وخلينا نقول قد يكون تأمل قبح فعل الشرك له تأثير أيضا على فهمنا للتوحيد من خلال القرآن الكريم أنا صراحة أنا عشان بس أكون واضح مع الجميع هذه المحاور ما عندي أي يعني كيف أقول لكم فعلا جلسة أتعلم وأشياء جديدة عليه صراحة دكتور عبد الله فكيف يعني تأملي للشرك وفهمه وفهم قبحه يعني ما تعتقد شيء هذا نبتعد عنه يعني كذا هذا ذهني هكذا يقول يعني فكيف ممكن يساعدني على فهم التوحيد من خلال القرآن الكريم أحسنت في طرح هذا هذا العنصر وهو مهم للغاية حقيقة نحن إذا تكلمنا عن التوحيد وفضل التوحيد وفهم التوحيد من القرآن الكريم علينا أن نعرف ضد ذلك حتى نحذره نحذر الشرك لأن الشرك هو ضد التوحيد ما هو الذي يناقض التوحيد؟ هو ثلاثة أمور حتى تكون معلومة أعظمها وأشدها الشرك والذي يخل بالتوحيد أيضا البدع وكذلك المعاصي فإن الموحد لله يدل وعلا يبتعد عن الشرك وعن البدع وعن المعاصي حتى يكون توحيده كاملا ولذلك أنا لا أتحدث عن الشرك وخطورته من نسج الخيال أنا أعطيكم مثالين حتى تعلمون كيف أن الله جل وعلا يرد على أولئك المشركين من أفعالهم فأقول أولا إذا كان القرآن الكريم يذكر محاسن التوحيد وفضائله وأنه الدين الواجب شرعا وعقلا وفطرة على العباد فإنه أيضا يذكر مساوئ الشرك وقبحه وعاقبته واختلال عقول أصحابه وأنهم أضلوا من الأنعام فلذلك ضرب الله تعالى في قبحه وشناعته الأمثال الكثيرة ليعرف المسلم حقارة الشرك وضلاله وضلال أصحابه ويعرف ماذا رتب الله عليه من العقوبات العاجلة والآجلة وأن عاقبته أسوأ عاقبة من أسوأ عاقبته أن الله تعالى قال فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار خطورة عظيمة من مات على الشرك لذلك أذكر الله تعالى مثالا واقعا مشاهدا لكل من وقع في الشرك أن يتوب إلى الله تأملوا معي هذه الآية بدقة في سورة الرعب في قوله تعالى له دعوة الحق دعوة الحق دعوة التوحيد والذين يدعون من دونه يعني في الشرك يدعون معه غيره والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء نفي مطلق لا يستجيبون لهم بشيء مثل إيش؟ قال الله إنسان جاء عطشان ضمآن قطع الضمأ كبده وقف على شاطئ نهر أو وقف عند مكان فيه ماء فمد يديه إليه وقال يا ماء أسقني يا ماء أسقني هل سيأتيه الماء؟ قطعا لا يأتيه الماء أبدا قال تعالى مصورا خطورة الشرك إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه؟ ما يأتيه الماء يأتي ويمشي ويقول اشرب لا قال قال الله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال هذه هي النتيجة في دعوة الكافرين وهناك آية أخرى أخرى في سورة الأنعام عظيمة جدا لمن تأملها يعني إنسان حائر يسير في حياتي حائر يناديه أهل الشرك ويذهب معهم ويناديه أهل التوحيد ويذهب معهم لا يدري يذهب مع هؤلاء أو مع هؤلاء محتار قال تعالى قل أن ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران مثلهم الله تعالى بالشياطين شياطين الجن والإنس حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اعتنا قل إن هدى الله هو الهدى يعني يدعونه يقول له ارجع إلى الحق ارجع إلى التوحيد وهناك شياطين يدعونه إلى الشرك قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا أن نسلم لرب العالمين جاء بعدها الدلائل العظيمة وأنا قيم الصلاة والتقوض وهو الذي لي تحشرون دلائل وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم يوم آيات عظيمة ثم بعدها قصة إبراهيم عليه السلام في تشنيعهم على الشرك بدلالة عقلية ليبين قبح هذا الشرك ولهذا في قول في الآيات نفسها قال إني وجهت وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه إلى آخر الآية ومثل ثالث وهو الأخير من الأمثلة حتى يتبين للإخوة المقام في آخر سورة الحج ضرب الله مثالا يبين فيه خطأ عقول المشركين وسخافة أفكارهم في ذلك في سورة الحج يقول تعالى يا أيها الناس عموم الناس وليس فئة من الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له كلهم ما استطاعوا أيضا وإن يسلبهم الذباب شيئا يأخذ منهم شيء هذا في رد على المشركين عندما كانوا ينشرون لحومهم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب قال ابن عباس ضعف العابد والمعبود في هذه الحالة رد الله عليهم بقوله وما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز في هذه الآيات وغيرها يتأمل المسلم كيف أن الله تعالى يصور لأهل التوحيد حالة الشرك ولذلك الأمثال التي ضربها الله تعالى في القرآن الكريم تدور على أمرين عظيمين الأمر الأول الدعوة إلى تحقيق التوحيد الخالص لله والأمر الثاني التنفير من الشرك وخطورته على العبد نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الشرك وأسبابه ووسائله اللهم أمين يا رب العالمين دكتور عبد الله بجانب يعني وقوفنا على حال الشرك وقبح فعله أهمية أيضا الحذر من شر الشيطان وشركه أكيد يعني أعتقد هي مرتبطة بشكل أو بآخر في ما تفضلت به هذا هو الخطر الأعظم الذي سول لأولئك الأقوام مع الأنبياء يزين لهم عبادة غير الله الشيطان يزين لهم هذه الأعمال لما ذكر الله تعالى في سورة في سورة العنكبوت في سورة العنكبوت ذكر الله الأنبياء على وجه الإجمال لكنه ذكر آية عظيمة بعدها في قضية الشيطان لما قال سبحانه وتعالى وإلى مدينة أخاهم شعيبا فقال يا قوم يعبدوا الله بعدها قال وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم إيش قال الله بعدها قال وزين لهم الشيطان وأعمالهم أي الشركية أعمالهم الشركية فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين كانوا يعرفون الله فصدهم عن السبيل فالشيطان يزين لهم عبادة غير الله جل وعلا ولذلك أول ما وقع الشرك في قوم نوح عندما مات الصالحون منهم رسم أمرهم بأن يضعوا صورهم أمامهم ويتذكروهم فعبدوهم من دون الله واستمرت هذه العبادة لمن بعدهم وكل ذلك بتسوير الشيطان لهم لذلك الله جل وعلا جعل الشيطان عدو لنا متربص بنا على الدوام بل أخبر الله تعالى بقوله أنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين فهو أخذ على نفسه أنه يغوي العبادة جميعا ويصدهم عن طاعة الله وعن توحيده ولهذا قال تعالى عنه أيضا في سورة النساء في سورة النساء قال سبحانه ولأضلنهم ولأضلنهم جاب الضلال ولأضلنهم ولأمنينهم ولأامرنهم فليبتكن آذانا الأنعام ولأامرنهم فليغيرن خلق الله حذر الله منه فقال ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينة أي هلك هلاكا بينا لأن الشيطان كما قال الله يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة فالحذر الحذر من شر الشيطان الذي يزين للناس الشرك والبدع والمعاصي ويبعدهم عن التوحيد فالله تعالى قد أخبر أن الشيطان أخذ العهد على نفسه بإضلال بني آدم وقال الله تعالى لبني آدم يا بني آدم لا تعبد الشيطان إنه لكم في آخر سورة في سورة ياسين أخبر الله تعالى عن ذلك بقوله ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان بمعنى تطيعونه العبادة هنا بمعنى الطاعة ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال سبحانه يا أيها الناس وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ماذا قال بعدها أفمن زين له سوء عمله فرأاه حسن الشيطان يزين للناس الأعمال السيئة ومن أعظمها الشرك حتى يقعوا فيها إذن من يستجيب للشيطان فقد هلك هلاكا مبينا كما أخبر الله تعالى عن ذلك لذلك فإن الشيطان الذي لعنه الله تعالى في القرآن سيتبرأ غدا يوم القيامة ممن اتبعه واستجاب لأمره وقال الله تعالى في ذلك وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لغالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم قال فلما ترأت الفئتان نكص على عاقبي ثم قال وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب وكذب في قوله إني أخاف الله فالحذر الحذر من الشيطان فإنه يظل الإنسان ويبعده عن الصراط المستقيم نسأل الله تعالى أن يحفظني ويحفظكم جميعا والمسلمين من شره وشرك وشركه اللهم أمين يا رب العالمين ويثبتنا جميعا بإثنة البعث تعالى ختاما دكتور عبد الله أنا أشكرا جزيلا الشكر على هذا الطرح الجميل وخلينا نختم بمعرفة الثمرات كما يصورها القرآن في فهم التوحيد من خلال القرآن ما هو المقصود من الثمرات نعم هذه الجزية هو فضل هو الحديث الحديث في هذا يطول يعني شيخ الإسلام محمد معدد الوهاب بيّن ما يتعلق بفضائل التوحيد وثمراته يرجع إليه هنا لكن أنا أتكلم عما في القرآن الكريم حتى يتبين للمسلم فضائل هذا التوحيد من فضائله أولا أنه يحفظ إيمان العبد يحفظ إيمان العبد ويحقق له الهداية ويحقق له الأمن في حياته قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ويشهد لهذه الآية آية أخرى في سورة النور من أعظم الآيات التي تبين لك فضل التوحيد وخطورة الشرك قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحة ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني العبادة هنا شرطها الله بثلاثة أمور بالاستخلاف في الأرض وبالتمكين وأيضا بالأمن الذي يحصل للعباد قال يعبدونني وهنا قال أضاف العبادة إليه سبحانه ويعبدونني لا يشركون بي شيئا ثم توعد سبحانه وقال ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وآية أخر أخرى أيضا استوقفتني في سورة النحل عند قوله تعالى مبينا ثمرات التوحيد من حقق الإيمان والتوحيد قال سبحانه سواء كان الرجل أو امرأة قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن العمل الصالح أوله التوحيد وتحقيقه قال سبحانه مبشرا أهل التوحيد فلنحيينه حياة طيبة فتأمل كلمة حياة جاءت نكرة أي لتشمل كل حياة تخطر ببالك أيها المسلم ووصف ربنا جل وعلا الحياة بأنها طيبة أيضا فهي حياة طيبة في الدنيا وحياة طيبة في البرزخ وحياة طيبة في الآخرة قال ولنجزينهم أيضا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون والآيات التي تذكر الجنة ونعيمها وما فيها من الجزاء وأيضا الآيات التي تذكر لذة النظر إلى وجه ربنا الكريم كلها من ثمرات التوحيد نسأل الله تعالى أن نكون كذلك كذلك جاء في السنة النبوية أحاديث كثيرة تبين لنا فضل التوحيد لكن المجال ليس مجال بسطها شكرا جزيلا دكتور عبد الله كنت ضيف عزيز وغالي علينا ومساحة رائعة الحمد لله أنها مسجلة وإن شاء الله اللي جوم في منتصفها أو في أواخرها بعد إغلاق المساحة إن شاء الله في تغريدة موجودة في حساب آيات فيها المساحة مسجلة بالكامل فشرفونا بمتابعة الحساب إن شاء الله دائما يقدم لكم محتة وراقية لقبكم على كل حال دكتور عبد الله ما في تساؤلات جاتني الخاص وما في طلبات يعني المتبقع المساحة تقريبا خمس دقائق فإذا في أحد عنده تساؤل يقدر يقلب أو إذا ما في دكتور عبد الله تقدر تعطينا ختام لهذه المساحة الطيبة ورسالة تحب توصلها لضيوف الكرام الموجودين أختم ذلك بأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي كلمة عظيمة من أجلها خلق الله السماوات والأرض ومن أجلها أرسل الرسل ومن أجلها أنزل الكتب ومن أجلها خلق الجنة والنار فيلزم للعبد أن يحقق معنى كلمة لا إله إلا الله بشروطها وقالوا من شروطها العلم لأن الله تعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله ومن شروطها اليقين بمعنى أن العبد يوقن بقلبه ويعتقد صحة ما يقول ومن شروطها الانقياد كما قال الله تعالى وأمرت أن أسلم لرب العالمين ومن شروطها أيضا الصدق مع الله في كل الأمور كما أثنى الله تعالى على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه ومن أيضا شروطها شروط تحقيقها تحقيق الإخلاص والله تعالى قد أمر نبيه بذلك قال فاعبد الله مخلصا له الدين وقال للناس عموما وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ومن شروطها أيضا المحبة لله جل وعلا مع الذل والخضوع قال سبحانه والذين آمنوا أشد حبا لله فإذا علم المسلم هذه الشروط وطبقها علم فضل هذه الكلمة ولذلك يقول ابن القيم من أسرار هذه الكلمة أسرار كلمة التوحيد أنه لا يتحرك فيها إلا اللسان أي إنسان ينطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ما تتحرك شفتيه طبقها الآن أنت يا مهندس طبقها قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله فعليا ما تتحرك إلى اللسان صحيح صحيح ما يتحرك الشفتيه في هذا لذلك جعلها الله تعالى سهلة في النطق حتى يكررها الإنسان دائما مع العلم واليقين والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة فيها والمسلم يسأل الله أختم بهذا أوصي نفسي وأوصي جميعا إخواني المسلمين أن يحرصوا على الثبات على الدين حتى يلقوا الله جل وعلا لأن الله تعالى قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الأنبياء كلهم كانوا كذلك ماذا قال الله تعالى عن يوسف ربي توفني مسلما وهم معصومون الله تعالى جعل لهم الجنة وهم مع ذلك يقولون يقول يوسف عليه ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين ويعقوب عليه السلام أخبر بنيه وقال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى عن أهل الإيمان يا أيها الذين متقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي اثبتوا اثبتوا على هذا الدين حتى تلقوا الله جل وعلا ويختم لكم بخير وتكونوا من الفائزين بما وعد الله تعالى به عبادة فالثبات الثبات على دين الله أختم بقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله الرضي دكتور عبدالله بعد إثنك متبقى عن مساحة ثلاث دقائق أو دقيقتين عندي بشاركتين قبل يا رب جنتك والأستاذ خالد ناخذ تساؤلاتهم طرح السؤال يكون فيه أقل من نصف دقيقة عشان الوقت الله يحفظكم فأبدأ مع يا رب جنتك وبعدها نختم مع الأستاذ خالد بعد إثنك دكتور عبدالله يا رب جنتك معنا؟ طيب عندهم مشكلة في شبكة يكون معنا الأستاذ خالد أستاذ خالد تفضل أستاذ خالد تفضل سؤال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعد الله مساعدكم جميعا بكم بخير شكرا أخي حسام وشكرا آيات على هذه المساحة الجميلة فضلية الشيخ الله يحفظك في مساحات على توتر بعضها عن الإلحاد بعضها عن التحدي على الذات الإلهية أنا شفت أكثر مساحة ما هي نصيحة التي توجهها للناس يعني عدم الدخول لها أو عدم النقاش خاصة ممن لا يحمل منذ يعني العلم الشريعي الصحيح نعم جزاك الله خير ومبارك الله فيك على هذه المشاركة وطرح هذا السؤال المهم فأقول نشر التوحيد والدعوة إليه هي التي تبعد هذه الأفكار والطرحات السيئة في المجتمعات الإسلامية فالدعوة كما تقدم هي أول دعوة الرسل وعلينا أن ندعو الناس إلى توحيد الله تعالى والذي عنده قدرة على الردود على مثل هذه الشبهات وهذه الطرحات التي تضلل الناس عليه أن يرد عليهم بما جاء في القرآن وفي السنة وبالأدلة التي فيها الوعد وفيها الوعيد يذكرهم بالله جل وعلا وبالحكمة وبالموعظة الحسنة لعل الله تعالى أن يهديهم ويفتح على قلوبهم بالهداية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم سواء اهتدوا أو لم يهتدوا الإنسان يبلغ وليس من شرطه الدعوة إلى الله هو الاستجابة الاستجابة هي بتوفيق من الله جل وعلا الله تعالى قد قال لنبيه يا أيها النبي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وقال عليه الصلاة والسلام بلغ عني ولو آية فالإنسان يحرص على دعوة الناس بالحكمة والموعظة وتذكيرهم بالله وبتوحيده والإخلاص له في العبادة وبما دل عليه القرآن والسنة ولعل مهندسة أذكر كلمة مهمة أن الله سبحانه وتعالى في هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية أنعم الله علينا فيها بالتوحيد الخالص لله تعالى لا قبور ولا أوثان ولا أضرحة فيها تعبد من دون الله وهذا بفضل من الله جل وعلا ثم بفضل قيادتنا الحكيمة التي تؤسس هذا المعنى العظيم والمقصد الأعظم مع كبار العلماء وتدعو إلى نشر التوحيد والدعوة إليه والبعد عن البدع والخرافات وعن الشركيات والدعوة إلى اجتماع الكلمة وتآلف القلوب حتى أنعم الله تعالى على هذه البلاد بنعم عظيمة بالتلاحم بين الراعي والرعية واجتماع الكلمة واستتباب الأمن وظهور الخيرات وحماية الحرمين الشريفين ورعاية وخدمة الحجاج فأصبحت هذه البلاد خيرا ممدودا على الأمة الإسلامية بحمد الله تعالى بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز وسمو ولي عهد الأمين حفظهم الله تعالى وأمدهم بعونه وتوفيقه اللهم آمين يا رب العالمين شكرا لكم السيد خالد على سؤالك دكتور عبد الله خلينا نختم الله يحفظك في طلب نصيحة من قبلك توجه لأهل القرآن بشكل خاص كبار السن نعم القرآن العظيم هو وظيفة العبد المسلم سواء كان كبيرا أو صغيرا فالمسلم عليه أن يجعل له زادا لروحه كما يجعل له زادا لبدنه فيخصص وردا يوميا يقرأ فيه كلام الله جل وعلا ليزداد إيمانه ويثبت يقينه وتقوى صلته بالله جل وعلا حتى ولو كانت قراءاته فيها شيء من عدم الكمال لكن يحاول أن يقرأ كبير السن الذي لا يحسن التلاوة على الوجه الأتم أن يعرض أن يقرأ على قارئ حتى تكون تلاوته صحيحة ومستقيمة أو يسمع لأحد القراء ما يقرأه من القرآن ويطبقه في حياته وأيضا مع قراءتك للقرآن احرص كل الحرص على العمل مع القرآن الكريم لأن الله تعالى قد قال الذين آتيناهم الكتاب يتلونهم حق تلاوته ما هو حق التلاوة؟ حقها هي العمل بالقرآن الكريم لابد من العمل بما تقرأ من كلام الله جل وعلا اجمع بين القراءة وبين العمل بالقرآن والله ستجد ذلك سعادة وأنسا وراحة في حياتك وفي بيتك ثم إن سورة البقرة قراءتها في البيت لها فضاء عظيمة كما جاء في الحديث قال اقرأ سورة البقرة من قرأ سورة البقرة في البيت فإن تبعد الشيطان عنه لا تطيقها البطلة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة اقرأوها في بيوتكم بتدبر وتأمل وتفكر فيها ففيها الخير والبركة للجميع أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وأن يديم على علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها واستماعها وأتلافها وأن يجعلنا هداتا مهتدين واقفنا عند حدود ربنا لا معتدين متابعين للسنة نبينا لا مبتدعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام معاشا دكتور عبدالله أنا شكرا لوقتك بس باقي معنا أخي حيثم لأني رفعته قبل كذا وما قدر يطلع معنا فالآن شبكت مع الإنترنت فهيثم هل تتوجه تساؤلك للدكتور في أقل من نصف دقيقة يا حيثم تفضل حيثم حيثم تسمعني طيب حيثم عنده أشكالية عموما في شبكة دكتور عبدالله دكتور عبدالله ما قصرت دائما طرحك راقي وجميل ومنك نتعلم ونستفيد ونأمل استضافتك في مساحات أخرى إن شاء الله في المستقبل ممتلك من القلب إذا حابت كل شيخ وأنا أشكرك وأشكرك وأشكر فريق العمل الذي معكم وفضيلة الشيخ ناصر أيضا على جهودكم وأتمامكم بنشر الدعوة وهذا هو من العلم النافع والدعوة التي يحبها الله تعالى ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم أسأل الله تعالى أن يعظم لكم الأجر والثواب وأن يجعلكم موفقين مباركين أينما كنتم جميعا يا رب العالمين دكتور عبدالله ممتلك وممتن لزملائي جميعا في آيات ممتن لضيوفنا الكرام الموجودين معنا 82 إنسان ومعذورين اللي يغادروا المساحة وإن شاء الله في المساحات القادمة نثري الحوار ونطرح لكم موضيع رائعة نتعلم ونستفيد منها وشرفنا أيضا متابعتكم لحساب آيات بإذن الرحمن الرحيم نقدم لكم من خلال هذا الحساب محتوى راقي يليق بكم ونكون يدا واحدة في نشر الخير والمعرفة ختاما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ممتل لكم جميعا استودعتكم الرحمن شكرا 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 شكرا